قال مسؤول عسكري أمريكي أن القوات الأمريكية ستواصل تحركاتها في بحر جنوب الصين وفقا لما يسمح به القانون الدولي وتأتي تصرحات الأدميرال هاري هاريس بعد أسبوع من اقتراب سفينة حربية أمريكية من جزر إصطناعية تبنيها الصين في المنطقة وهو ما أثار غضب بكيم وأضاف الأدميرال الأمريكي أن المياه والأجواء الدولية ملك للجميع وليست حكرا على بلد بعينه بحسب تعبيره